السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان احنا بنتكلم على الدور السعودي وفنيات الدور السعودي فلازم نتابع بعض البرامج منها دورينا غير برنامج اكشن مع وليد نشوف بعض الصحف العالمية او كل الصحف العالمية او الاخبار العالمية بتتكلم عن الدور السعودي ومما يميزه في الفترة الحالية ايه فطبعا في الفترة الاخيرة يمكن قبل مباراة الخليج في برنامج دورينا غير محمد الدعيع ومحمد نور نجوم واساطير من اساطير الكرة العربية والاسيوية باش الكرة السعودية فقط ولا الاندية بتاعتهم فقط ولكن اساطير الكرة العربية والاسيوية والعالمية لما تيت قولهم اسم محمد الدعية او محمد نور محمد نور قالك ممكن ان نادي الخليج يكسب الهلال ايه يتعادل مع الهلال قالك ممكن يتعادل مع الهلال ويوقف مسيرة نجاح او انتصارات نادي الهلال السعودية انا شايف الكلام مفوش داعي لقيت فيه فيديو معمول عليه وايه رأيك يا محمد نور وايه انت ايه اقولك بقى بعد ما الهلال كسب الخليج واحنا كلنا كلما توقعين الهلال يكسب الخليج فقلت ارد ما ردش قلت سكت طبعا طلع محمد نور مرة تانية والراجل اتكلم وقالك ان الاتحاد ان شاء الله هيكسر انتصارات نادي الهلال السعودي هل ده حق مشروع ام لا حق مشروع حق مشروع جدا واحد بيلعب في نادي النصر هيقولك النصر هو اللي هيوقع في نادي الهلال واحد بيلعب في نادي الاتحاد او بيحب نادي الاتحاد هيقولك الاتحاد هو اللي هيوقع في الهلال اه اللي قال لان فيه منافسة دلوقتي مين اللي هيوقع في الهلال فانا لما يجي اتكلم على اسطورة قروية عربية اسيوية وما قدرش ان انا اقل منه وارجع في اخر الفيديو اقولك لا اصلا ما بقللش من كلامه ما بقللش من قيمته لا ايه اللي انت بتشتغلوا فينا يا جماعة واللي مش عجبني في الموضوع ان جمهور نادي الهلال دعمت الشخص ده وعملت لايك على الفيديو وعملت كذا كذا وان الفيديو عمل مشاهدات كبيرة جدا انا بتكلم على محمد نور حمد نور اسطورة كبيرة جدا وقيمة كبيرة جدا للكرة السعودية والكرة العربية والكرة الاسيوية يا ريت الكلام يعني يكون واضح يا جماعة احنا الهلال احنا ماشيين واراء انجازات نادي الهلال وطموحات نادي الهلال كبيرة اوي الكبيرة اوي اللي مفرح انا جدا 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 ولكن في نفس الوقت انا ما قليش بحد وما قلش باسطورة من اساطير الكرة انت لما تيجي تحط لي محمد نور ومحمد الدعاية وطول كريستان اونالدو انا عندي محمد نور ومحمد الدعاية افضل من كريستان وافضر من لعبة كتير جدا. سلم الدسري خيمة قروية واسطورة من اساطير كرة القدم العربية والاسيوية والعالمية. مش السعودية فقط. لما تيجي في ناس كده اسماء لما اتكلم عنها ما اتكلمش عنها ان هي مثلا كانت بتلعب في النادي الفنان والنادي الاخر. وفي حاجة في المشروعية ان انا مثلا اي نادي بتاعي بسيط على قده. وهيجي لعبك. لما يجي لعبك ويجي قبلك ويقولك ان انا هكسبك. كلام تصرحات. مباراة قبل المباراة. بديك دافع. وبحفز لعبتي. يعني محمد النور راجل الاتحداوي. اتحادي. بيحب الاتحاد ويعشق الاتحاد. نفسه ان فريقه يكسر انتصارات نادي الهلال. كذلك النصراوي. كذلك الاهلاوي. نفسه ان هو يكسر انتصارات نادي الهلال. حق مشروع لا مش مشروع. حق مشروع. هيقدر يعمل ده ولا مش هيقدر يعمل ده. الارض الملعب اللي بتتكلم والاداء الامكانيات بتتكلم. اجي انا اروح جاي يعني اقلل من قيمة اسطورة كبيرة جدا. في كرة الخدم. لا. ما ينفعش. ما ينفعش. الهلال كبير واحنا بنتكلم عن انجزات الهلال. وهو مستمر وعنده اشياء كتير بتميزه. وفارق كبير. فارق بص. الهلال مش فارق عن الاندية السعودية فقط. الاسيوية والعربية. يعني الهلال رقم واحد في الاندية العربية. الهلال يعني اقول لك انا قلت لك التصنيف بتاعي الخاص بيا. انه ممكن تعده من 3-4-5 اندية الافضل على مستوى العالم. انا ادي وجهة نظري. لما تيجي تقول لي ريال مادريد من سيتي. الهلال. هما هما دول اللي شايفهم ان هما ممكن يعملوا حاجة معنا دي الهلال. ريال مادريد ومن سيتي. غير كده من سيتي فريق قوي جدا. الهلال فريق قوي جدا. فدي امكانية لعيبة. ونعود ونعيد تاني جماعة. احنا هنا ساعات بنجيب لك القطاط. يعني انت لو اتفرقت على مقطع لما جبت لك عماد السلامي وبتكلم في نقطة. يعني انا ممكن اكون اتكلمت فيها عاوز اتكلم فيها. بس لقيت الراجل بيتكلم فيها باسلوب احنا. فقلت لك اسمع هنا. الراجل ده بيقول لك ايه. عماد السلامي لما يجا اتكلم في نقطة ان اه ان اه عملية التدوير من جيسوس المدير الفاني الهلال بتتم داخل الملعب وتزويع توزيع الادوار. نقطة عبقرية. هو اتكلم فيها بشكل عبقري. فانجيت قلت لك عماد السلامي قال كذا كذا كذا. في اشياء تانية لما يجي اه وليد الفراج. ساعات بانتقد وليد الفراج في بعض النقاط وساعات باتطفق معها وبنزل الفيديوهات انتقاط. بس طالما الانتقاط لا يقلل من اي احد. مش هاجي النهاردة اقول لك ايه رأيك? يا فلان في كذا 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 وبعدين ما مقللش منه. لا. محمد نور. محمد نور. محمد دعاية. محمد دعاية لعب نادي الهلال. مش مجرد لعب نادي الهلال. والمنتخب السعودي. ومؤثر جدا جدا. وتاريخ كبير جدا. ونفس الحكاية محمد نور. لعب نادي الاتحاد. مسيرة كروية عظيمة وعقرية كبيرة جدا. للكرة العربية والاسيوية. فله كل الاحترام والتقدير. انا بعت للمرة الاولى والتانية والتالتة والربعة. على جماهير نادي الهلال. اه اللي دعمت الفيديو. اللي اتقال فيه ان محمد دعاية. محمد نور اه قال ان الهلال ممكن يعني الخليج يتعادل مع مع الهلال. اه وارد. كرة القدم ما ملهاش كبير. ملهاش اي حدود ولا اي سقف. ده كرة قدم. اه اه زعلان. اه بصراحة يعني زعلان زعلان لان فيه يعني ناس قيمة كده يعني. انا اقول لك ايه. انا لما بشوف كده يعني فيه لعيبة ليهم قيمة. يعني انا مسلا راجل اه اه بشجع الاسبعيلي وبحب الزمالك. لكن لما تيجي تقول لي محمد ابو تريكا. لما تيجي تقول لي لعيبة من اللي هي مسلا النجوم اللي قدمت. يعني هادي خشبة. اه اللعب جاي سيد سبت البطل. كان حارس مرمى كبير. محمود الخطيب. مسلا ما بيلعبه في نادي الاهلي اللي احنا فيه منافسة بيننا وبينه. احنا ما عداش المنافسة يعني. الاسماعيل بقى بعيد عن المنافسة. في الفترة الحالية كل الامل والطموح دلوقتي النادي الاسماعيلي انه يبقى في الدورة. ظروف عدى بيها ومر بيها كبيرة جدا. في النهاية ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. واتمنى ان احنا نشوف دور قوي. واتمنى الاحترام من الجميع للجميع. ان شاء الله باذن الله. بما يرضي الله سبحانه وتعالى. واحنا ندخلين على اخر شهر رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ويجعل ايامنا خير وبركة ان شاء الله باذن الله. وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله.